اشتركوا في القناة والده في العام 2005 حمل ضيفنا على عاطقه مسؤوليات لتوسع الشركة ونشاطاتها ليصبح لاحقا رئيس مجلس الإدارة في شركة كيفاح القابدة وإلى جانب ذلك مثل سابقا رئاسة مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية وهو رئيس مجلس إدارة جمعية النخلة التعاونية بالإحساء ومؤسسها وعضو اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية في الإحساء وله عدة عضويات منها في مجلس إدارة مركز التميز للأبحاث لأبحاث النخيل والتمور ومجلس مركز الترجمة والنشر في جامعة الملك فيصل في السعودية لكن تبقى رئاسته لمجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة تحمل مكانة خاصة في نشاطاته الكثيرة حيث يكرر دائما أن الرسالة التي يحب أن يذكرها في هذا الشأن للجيل الحالي أن الأحساء ليست كما تنقله البعض بأنها كانت تعيش العصر الحجري وإنما كانت تسخر بالكثير من الحرف والثقافات والموروثات التي ورثناها من الأجداد عبر فعالية أرض الحضرات في جبل القارة التي لا يمكن أن تغيب عن اهتماماته أبدا إيمانا منه بأهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه وطنه شعاره في الحياة هو مهمتنا الحقيقية هي تحويل قيامنا ومفاهيم عملنا إلى بناء ملموس في العام 2007 أسس شركة المطورون العالمية كابنة صغرى لمجموعة الكفاح القابدة التي تجاوز عمرها الخمسين عاما لتبرع بشهادة الكثيرين في الأحساء والمنطقة الشرقية في توفير المنتجات العقارية الفائقة الجودة التي تناسب مختلف قطاعات المجتمع وهو ما يجعلها قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى قيادة السوق هو حاصل على باكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سينخوسي في وات المتحدة الأمريكية إنه الأستاذ وليد العفالق رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح القابدة أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة وأهلا وسهلا بك أستاذ وليد أنت قادم من الإحساء لإجراء هذا الحوار ماذا تحمل معك من مورثات الإحساء التي على المشاهد أن يعرف عنها أكثر فأكثر أهلا وسهلا فيك أنا سعيد بلقائك هنا الإحساء غنية بكثير من التراثة وأهم عنصر في الإحساء هو أهلها نعم لأن أهلها ذو ثقافة عريقة وقديمة من ألاف السنين وهم متعايشين في الفلاحة والتجارة نعم توارثوها من الأجيال من الأجداد إلى الأجداد أتقنوا كثير من الحرف الحرف اليدوية وبالذات الحرف الزراعية هناك كما نعلم قصور عثمانية في الإحساء وهناك أماكن تراثية قديمة بما أنك أيضا في المجال السياحي هل هناك تنشيط لهذه المعالم عن طريق إبرازها للعالم كي يعرف أكثر عن هذه الأنتيك أو مثل ما بيقولوا التراثيات الإحساء تذخر بكثير من المناطق السياحية ومنها القصور العثمانية فيها الذين قصر إبراهيم وقصر صهود وفي قصر محيرس الآن همى في عادة الترميم لهم إن شاء الله أنهم سيفتحون في القريب العجل تعتبر الإحساء هي من أقدم عشر حضرات إنسانية مسكونة مأهولة بشكل دائم أديش هذا الصفة أو هذا الواقع أعطاها نوع من التمييز خاصة أن هناك توفر للمياه، توفر للزراعة، توفر للحياة يعني قابلة للحياة والعيش هناك بشكل دائم الإحساء أكبر واحة زراعية للنخيل في العالم تاريخياً يقتنها الإنسان من أكثر من قبل 4000 سنة قبل الميلاد هذا ما تم إثباته تاريخه مرت عليها الكثير والكثير من الدول القديمة وعاشت فيها هذا أضاف إلى الإحساء أو لهذا نقول أن الإحساء أهاليها يعني يعتزون بالمواريث اللي وجودة لديهم والعلم لديهم معروف عن أهل الإحساء أنهم طيبين حتى أنه في مثل بيقول يحب لأهل الإحساء أو يعني عبارة تردد دائماً هذه الطيبة كيف يمكن وصفها؟ هل هي مختلفة عن باقي الشعب السعودي؟ الشعب السعودي طبعاً كله الحمد لله شعب محب ومعطاء ولكن أهل الإحساء يمتازون بالطيبة عندهم النخوة طيبة الفلاح والطيبة المزارع لأنه قربه من الماء وكذا يختلف شوية عن قوة وقساوة العايشين في المناطق البرية فهذا اللي تعطيها جزء من الوحول هي الأحساء وحى خضراء فينا نقول؟ نعم هي أكبر وحى خضراء في العالم النخيل الإنسان مستقر فيها دائماً فالإنسان عادة لم يكون فيه استقرار عادة يمتاز بالارتياح والطمأنينة أستاذ وليد العفالك أنتم تشرفون أو تساهمون في تنشيط السياحة في الأحساء حيث أن هناك أكثر من أربعين فعالية سنوية برعايتكم وأخرها شفنا مهرجين الشوكولات وأيضاً كل أسبوع فيه نشاط معين ما الذي يدفعك إلى الخوض في هذا المجال؟ شركة الأحساء للسياحة والترفية أخذهم على عاتقها تطوير السياحة بالأحساء ومن ضمن تطويرها للسياحة أنها تحاول أنها تبرز وتقدم الإنسان الأحسائي المتميز في صناعته وفي معالمه وفي ثقافته وفي علمه فصار لنا الآن كل سنة تقريباً أربعين فعالية الفعالية عادة تكون من يوم الخميس إلى يوم السبت ثلاثة أيام فأيام الأعياد تأخذ الأيام الأعياد كلها وكل مرة لنا فعالية جديدة وكل مرة محفزة والله الحمد أظهرت كثير من الناس الذين عندهم مميزات وموجودين في بيوتهم ما يعلمون عنها الآخرين لقوا المسرح المناسب والأرضية المناسبة أنهم يبرزون هذه سواء عاد هي حرفية أو فنية غنائية ساينس يعني في التكنولوجيا كل شيء خاص بالأبداع في كل حاجة فيه الأبداع فيه الفنانين عندنا فيه الرسامين اللي عندنا فيه عندنا المصنعين فيه نوادي عندنا نادي حق الروبوت وهذه بصراحة أنا نفسي استقرأت أنها موجودة في الأحزاء فيه شغلات كثيرة الحمد لله جيدين فيها أستاذ وليد معروف عن التركيبة الديمغرافية الحسن أنها طبعا أغلبيتها مسلمين ولكن منقسمين بين سنة وشيعة ومتجانسين مع بعض وهناك إلفة بينهما وأيضا فيه اندماج في المجتمع بشكل إيجابي بحيث أنه كمان حقوق المتساوية داخل الأحزاء كيف تنظر إلى هذه الطبيعة البشرية؟ الأحزاء فعلا هي تقريبا منقسمة 50-50% بين السنة والشيعة وطول عمرنا متعايشين متجاورين ندرس مع بعض ونسافر مع بعض ونصاحب بعض ونأكل مع بعض ما عرفنا طول حياة الأحزاء يعرفها بهذه الطريقة أن تعمل مع الشيعي والشيعي يعمل معك ولا في أبدا أي تفرقة وحقوق الجميع والاحترام من كل الطرفين بيكأين من كان مذهبه عندنا المذاهب السنية الأربعة كلها موجودة متعايشة مع بعض والمذاهب الجعفرية بأنواعها المختلفة حتى معروف بالتاريخ أن الإمام عبدالبهاب درس في الأحزاء في صغره نعم نعم من رحلاته شو بتسمع من ذكريات الوالد بهذا اللي بيحييك عن الوالد ما لحق على الإمام الأجداد الأجداد يعني بدأ التعليم عندكم في بدايات النشأة من قصير جداً عندنا التعليم وندرسه يعني مدارس الأحزاء ومدارس مكة هي أكثر مدارس وأكبر مدارس موجودة في الجزيرة العربية سنتحدث عن جبل قارة وهو في وسط الواحة الزراعية للأحزاء والتي هي متما حكيت أن أكبر واحد نخيل منها 4000 سنة قبل الميلاد قبل الميلاد يعني 6000 سنة كيف تنظر لهذه الميزة الطبيعة وهل هناك تقصير رغم جهودك الشخصية كرجل أعمال ولكن هل يعني هناك مشاريع ضخمة من أجل التحفيز هذا الجبل والاستفادة من الموقع الخاص به الشركة الأحزاء السياحة أخذت عقد من أمانة الأحزاء بتطوير وتشغيل مشروع جبل القارة وعملنا على جزء منها الآن جبل القارة فيه تقريباً ثمان أو تسع مغارات مختلفة أخذنا هي يمكن أكبر واحدة فيهم وطورناها هذه المغارة بالذاتة يعني فيها فيها ميزة المغارات عموماً كلها تقريب فيها ميزة درجات الحرارة درجة حرارة المغارة ثابتة طول السنة على درجة حرارة تقريباً 23 أو 22 درجة سواء الجو الخارجي أقل من كذا أو أعلى من كذا هي نفسه فتحسين لما تدخلينها تحسين بالجو البارد اللطيف الرطب لأن هي الصخور ركامية فتمتصل الرطوبة الأمطار وتبرزها فلطيفة جداً للواحد أن يزورها وندعوك إن شاء الله أنك تزورينها وتشوفين إن شاء الله بإذن الله معروف عنك أنك مدمن ولكن مدمن على الزراعة العدوية وأنت أيضاً عضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العدوية سافا مين بعد يتحدث الزراعة؟ نحنا هلأ بعهد يعني بعصور نحاكي صناعة وبنحكي تكنولوجيا هل يجب برأيك الحفاظ على العنصر الاقتصاد المختص بالزراعة في هذه الأيام؟ والدي الله يغفر له من أول مديةنا لعمل معه كنا نعمل في التجارة والصناعة وهو طبعا تخصصا تخرج من الجامعة الأمريكية أيو بي قسم زراعة فيحب وحب كثير للزراعة وطبعا منها هذه الأحساء ومواريث الزراعية من الأجداد فأصر علي إلا أنه أنا أتعلم الزراعة حتى لو أنها دخلها بسيط لكن ولله الحمد الحمد لله أني أنا سمعت كلامه وطواعته وتعلمتها والله الحمد يعني حبي وشغفي للزراعة أورني وأخذني إلى أنه دخلت في مفكر الزراعة العضوية هل في مراكز تدريب تدريب الشباب أو الخريجين الجامعات ليتعلموا هذه المهنة؟ الآن طبعا ما هي في جامعة ملك فيصل نحاول نحن الآن كجمعية سعودية لزراعة العضوية في تعاون بيننا وبينهم أنهما يمنحون هذه المادة جامعة ملك السعود أعرف برضو عندهم قسم لتعليم الزراعة العضوية كمنهج دراسي نعم بلس يعني بهم متخصص يعني هو مادة من ضم مواد الهندسة الزراعية فيه إلى مستقبل ترى أن المستقبل أمام هذه الزراعة نوع الزراعة العضوية ولا بيظل وجود سموم ببعض الأشياء المستوردة أو المنتجات المستوردة وزارة الزراعة في السعودية داعمة بشكل كبير جدا على الزراعة العضوية وهذا تأكيد على أهمية أنه الغذاء السليم في الجسم السليم صحيح فعشان للبعد عن هذه التجاوزات وبحكم أنه شح المياه في السعودية فأكدت أنه من الضرورة أن نعمل على الجودة في المنتج أكثر من موضوع اللي هو الكمية نعم فهذا خلى العنصر الأساسي اللي دعا السعودية أنها تدعم الزراعة العضوية وفي العموم الزراعة النظيفة نعم بس طبعا الزراعة العضوية هي أرقى وأهم قبل أن أنتقل إلى فاصل أعلاني سأسألك بحديث أو أنت ما تعتز به أنه أنت كان عمرك عشر سنين كان الولد يعتمد عليك في توزيع الأعلاف وفي مجال الزراعة توزيع الأعلاف على المزارعين وكان اسمه بالزمانات في البدايات مؤسسة العفالك ماذا تذكر عن هذه المرحلة في تاريخك في تاريخ ما سيرتك ونشأتك مما تعلمته من الوالد الوالد الله يرحمه كان يعني يستحبني وياه في العمل أنا في المرحلة الابتدائية يعني في عمر يمكن حوالي عشر سنوات وكان وقتها الوالد موظف في شركة أرامكو فما كان يعني متواجد كثير في هذه في المزرعة فأنا أقوم بكثير من الأعمال من ضمنها التسجيل في الدفاتر عن المبيعات والمصروفات وتقابل بعض العبلة ونوزع عليهم أحيانا منتجات الدواجة منتج البيض فيصير فيه ازدياد ألف المحلات التجارية وبيع عليهم وأنا في هذا كل عمر الصغير يعني هذا علمني على كيف أني أتعامل مع الناس وأشتغل معه وهذا فخر كبير لي أني أنا تعلمته من وارديها مستاذ وليد العفالق ابقى معي فاصل قصير مشاهدنا ونعود إليكم عبر حلقة للرواد فقط عبر قناة حواس تابعونا سنعود للرواد فقط عدنا للرواد فقط أهلا بكم مشاهدين ومشاهددا أستاذ وليد بالعودة الحوار معك حكينا عن مؤسسة العفالق في البدايات ولكن اليوم تطورت وأصبحت شركة الكفاح القابضة ما هي المؤسسات التي تندرج تحتها وكيف تحولت إلى مؤسسة كبيرة بهذا الحجم تحولت من مؤسسة حس العفالق إلى مؤسسة الكفاح للتجارة والمقاولات ومن ثم تحولت إلى شركة بعدما دخلنا الوالد كان على حياته أدخل أبنائه جميعا في شري شركة معه وطورنا العمل من شركة واحدة تحت مظلتها أعمال إلى أن أصبح شركة قابضة أي بمعناها أنها شركة استثمارية تتملك العديد من الشركات نحن لدينا أكبر من المصنعين الخرسانة الجاهزة عبر شركة الكفاح لمواد البناء معنا شركة الكفاح لمواد البناء شركة الكفاح للمقاولات وشركة الكفاح لمقاولات شركة تقوم بالمنشآت الحكومية والشب حكومية مع أرامكو والهيئة الملكية وكافة القطاعات الدولة من التصنيف الأولى ومن كبرى الشركات في المملكات لديكم مشاريع مع هيئة الملكية في الجبال ويومبو أيضا؟ نعم نعتز بالنحن شركة معهم في كثير من المشاريع ونفذناهم إياهم والله الحمد دائما نأخذ منهم الجهادة والشكر والتقدير أيضا شركة الكفاح للتغليف أو الباكيجين نعم التعبئة أيضا التفضل من ضمنها الباكيجين نحن نعمل علب المناديل وعلب الحافظات المشروبات وعندنا قطاع برضو الخدمات الطبية الهيجين فنعمل مع كثير من المستشفيات نورد لهم أيضا لديكم عمل في مجال التعليم والدراسة؟ نعم إنشأنا مدارس الكفاح وهذه عملناها أنها تكون خدمة اجتماعية هي نان برافت ارغانيزيشن وطورناها بشكل والله الحمد دائما تحظى على كثير كثير جدا من الجوائز وطلابنا وصلوا إلى مناطق إلى دول كثيرة ومن ضمنهم مثلنا في الهيئة المؤمن المتحدة من إحدى طلاب مدارس الكفاح وفازوا بكثير من الجوائز في الرياضيات وفي العلوم وفي الكيميا ممتاز أستاذ وليد أدي أنت فخور بهذا الجيل اللي عم يتخرج وعم يوصل لدرجات من التفوق عبر مدارسكم بخور جدا بأبناءنا الطلاب أنهم درسوا في مدارس الكفاح وكنهم قدروا نقدم لهم قاعدة أساسية أنهم ينطلقوا منها ولله الحمد عندنا أبناءنا يعني مسكوا مناصب كبيرة جدا في إدارة الشركات أو في دوار حكومية ودائما يفتخرون وأنهم يحملون شهادة من مدارس الكفاح أيضا في مجال الإنشاء والمقاولات تمتلكون كثير من المجمعات السكنية وأبراج المكاتب في المنطقة الشرقية كيف حصل هذا التطور في حياتنا؟ أحد شركاتنا عندنا شركة الكفاح العقارية هذه تتملك مجموعة من المجمعات السكنية ولدينا أبراج لبرج المكاتب في الخبر والأحساب والدمام وهذا إحدى الشركات ونحن نطورها الآن عندنا مشروع كبير منشآت في الجبيل مع الهيئة الملكية برضو مجمعات اسكان لموظفي الشركات تبع الهيئة الملكية معروف أنه قطاع رياضة ينال اهتمام جميع الشباب السعودي دون استثناء أنتم ترعون نادي؟ أي نادي؟ شو اسم النادي؟ نادي الفتح نادي الفتح ليش نادي الفتح بالذات وليس غير نادي؟ نادي الفتح في مدينة المبرز في الأحساب وإحنا من مواليدة وقبال بيتنا على طول لازم تشجع لشيء محلي والله الحمد لأنه سنوات كثيرة مضيناها بدعم لنادي الفتح وتطور وارتقى من كان في الدرجة الثانية إلى أن أصبح درجة الأولى والآن هو في الممتاز في كرة القدم وقبل كم سنة أخذ الدوري السعودي فاز فيها هو النادي وهذا شيء كبير جدا هل في شيء لاعب أنت تراهن عليه بأن يصل للعالمية لاعب كرة قدم من عندكم؟ والله عندنا كثير من لاعبين لنادي الفتح في المنتخب السعودي في الموسم اللي راح هذا كان فيه تقريبا ثلاثة واربعة لعيبة من نادي الفتح وميزة نادي الفتح لأنه مش فقط هو لكرة القدم جاء كافة أنواع الرياضة المختلفة ولهذا يطلق عليه النموذجي لأنه متميز ونموذج في كافة اللعب المختلفة والمهارات المختلفة على سعيد آخر عام 2007 مثل ما جاء بالمؤدمة أنه أسست شركة المطورون العالمية كابنة صغرى لمجموعة الكفاح القابدة شو مهم هذه المؤسسة بالضبط؟ شركة المطورون شركة إنشاءات المنازل وبيعها في السنوات السابقة وما زال في أزمة إسكان كبيرة في السعودية وطلب عليها عالي فإحنا دخلنا بحكم أننا عندنا التكاملية بين المقاولات وبين مواد البناء والخبرة العقارية دعانا أن ندخل هذا المجال ونبني فيلا البيوت بنماذج اقتصادية معقولة وبيعها للمواطنين دائما كنت تقول الإحساء ليست كما تناقله البعض بأنها كانت تعيش العصر الحجري وإنما كانت تصغل بالكثير من الحرف والثقافات والموروسات ما الذي ينقص الإحساء كي تبرز أكثر كدور أساسي؟ أنه مثل ما تقولك أنه هناك ظلم واقع على هوية هذه المنطقة لا إن شاء الله مهم ظلم بس الحمد لله في تطوير للإحساء وبينزيادة التعليم بزيادة الجامعات عند الجامعة الملك فيصل من الجامعات الكبيرة نشر الثقافة وعلم ولكنها ميب كبير مو يعني كعدد السكان الإحساء الإحساء فيها أكثر من مليونين نسمة تقريبا فيه فعالية اسم الإحساء تقرأ كمان يعني أنتم تدعمونها نعم هذا النسخة الثانية منها عملناها السنة اللي فاتت وكانت كثير ناجحة وهذا من ضمن المشاريع اللي هو تطوير الثقافة نبرز الكتاب الموجودين في الإحساء ومؤلفاتهم ونشجع الطلبة على أن هم يقرؤون نقدم جوائز ومسابقات للأطفال ونهيئهم للقراءة بدل منها فقط هو التعامل بالترفيه فتشجيعهم على القراءة شعارك في الحياة هو مهمتنا الحقية تحويل قيمنا ومفاهمنا إلى عمل وبناء ملموس ماذا تقصد بذلك؟ أقصد أننا الخبرات اللي موجودة عند أهالي الأحساء أننا نطورها أكثر وأكثر نحطيهم الدعم اللازم والتشجيع اللي يبرزونها ولاحظنا والله الحمد كافة يعني عندنا مثلا بعض الأسر الأسر منتجة وتعمل على أضيق الحدود لما أبرزناهم وبرزنا لهم إلى مكان المناسب لأنهم يبيعون منتجاتهم يعني تفاخروا بما هم ينتجونه وأبدعوا وصاروا يطلعون منتج أدقوا أكثر وكذلك الخبرات الثانية التحرفيين وغيرهم فكل ما حصل لهم منصة وأنهم يعني يعرف عنهم هذا صارت عملية مشجعة لهم ومصدر دخل أكبر وأكبر بلا أنها هي فقط هواية زوجتك فادية الراشد أطلقت مشروع الأسر المنتجة عبر جمعية فتاة الأحساء قديش هناك دور للمرأة فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية؟ زوجتي الله يعطيها العافية مع جمعية فتاة الأحساء عملت مع كثير من برامج لتنمية الأسرية وهي اللي من بدأت فكرة موضوع الأسر المنتجة والله الحمد يعني نمت من كانت من الأول أول موسب لها معتقد ما يزيدون يمكن عن عشرين أو أسرة السنة هذه أظنهم حصي على أكثر أربعمائة أسرة وكثير من الأسر ما عاد يحتاجون أن يحضرون هذا المهرجان لأنه فتحوا وصاروا عندهم بيزنس بيزنس رسمي ولا يعني يتحولوا بدأ من أنهم أسر منتجة إلى صاروا أنهم ريال بيزنس يعني هذا المشروع يكافح البطالة نوعا ما نعم طبعا والعمل من داخل المنزل واكتفاء من الحاجة لأنها جمعية خيرية فكانوا بدأ من أنهم يستعطون على الرزق والغذاء والماء فأنتم علمتهم كيف يتصياد السماء نعم أبرزوهم وعملوا لهم برامج التي هي القروض الميسرة لشراء المعدات اللازمة أو المواد اللازمة لتشجيعهم لعمل المنتجات يعني المشاريع الصغيرة صحيح وهذه بدعم كبير من بنوك محلية ومن مؤسسات مالية ومن شركات هل تفكر بأن تدخل المجال المصرفي أيضا؟ نحن لدينا شركة تمويل اسمها الشركة تمويل الأولى هي شركة من شركة تمويل منتجات زي السيارات والعقارات والأجهزة المنزلية وهذه لها سنوات شغالة وهذا مرخصة وتشرف عليها مؤسسة النقد درست في جامعة سين خوسي في الولايات المتحدة الأمريكية كيف كنت مبتعث؟ لا والله كان مبتعثني الوالد أنا رغبت أني أدرس في أمريكا وأياد لي شجعني على هذا سافرت إلى أمريكا في عام 79 ميلادي بعد ما تخرجش من الثانوية ودرست إدارة الأعمال في كاليفورنيا في كاليفورنيا في سان هوزي في السيليكون فالي درست بتخصص اللي هو استفتت كثير من الخبرات والاعتماد على النفس بشكل كبير أنت وأخويتك أيضا درسوا في الولايات المتحدة أو أنت كنت؟ لا أنا الوحيد اللي رغبت أني أدرس أخواني مع عرض عليهم نفس الموضوع ولكن هم فضلوا أنهم يدرسون في السعودية درسوا في الجامعة جامعة الملك فهد البترول والمعادن وهي برضو من الجامعات الرائدة في المملكة ولها الحمد شبيهة ومتكافئة مع دراسة في أمريكا كيف تقوم الشركات الكبرى في إدارة شؤون النفط خاصة بالمنطقة الشركية؟ لأن أرامكو لها في الدمام في الخبر وفي الظهران شركة أرامكو اليوم مطروحة للأسهم نعم كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ أنا أؤيد هذا إن شاء الله الطرح التي تكون هي شركة من كبرى الشركات في العالم أصلا ولكن لأنها مملوكة من قبل الدولة 100% ولا هي موجودة في الستوك إكسشينج فالسوق العالمي لا يمكن أن يقيمها ولا يمكن أن يعرفها فبهذا الطرح أنها تطرح 5% أو 2% أو كذا هذا يجعلها أن يصير لها قيمة سوقية في الستوكسشينج وهذا اللي تعطيها الزخم الأكبر نتمنى لها إن شاء الله توفيقية من الشركات الكبرى ومنطورة للمنطقة والعالم كل يعتمد عليها انتلاقا من ذلك سؤالي مقبل الأخير لك حول رؤية 2030 كيف تنظر إلى عهد الملك سلمان وولاية العهد مع سمو الأمير محمد بن سلمان هذه النهضة الاقتصادية المتقدمة بأشواط التي نقلت المملكة العربة السعودية إلى مصاف الدول القائدة اقتصاديا سياسيا وحتى إسلاميا في المنطقة الحمد لله الله يزاهم خير قيادتنا قيادة حكيمة والمسار اللي ما أخذينا مسار جاد واتجاه التصحيح في كافة الأعمال والمجتمع ومن ضمنها التطوير السياحي يعني أخذ دور كبير في الرأي هذه القطاعات الأخرى القطاع الزراعي القطاع التعليمي النقل كلها ماخذة للتوجه الصحيح في الإنشاءات بالحديث عن المشاريع الجديدة مشروع اليوم الذي هو قبلة المستقبل الاقتصادية السياحية الاستثمارية كيف تنظر إلى البدايات في هذا المشروع وأين سيصل؟ يعني مشروع جبار والاستفادة خاصة الآن من الخبرات الأجنبية بصراحة في خلالها فترة بسيطة جدا الآن يعني صار فيه الاستقبال الرسمي فيه مشاءات فيه المجلس الوزراء يعقد في نيوم خلال فترة وجهزة جدا أقل من سنة فهذا يبين أنه فعلا أن التوجه لهذا المشروع توجه جاد وواعد وواعد بشكل كبير المنطقة جميلة جدا في المنطقة الشمالية أجواءها حلوة وتظاهي أي مناطق في العالم وهي فعلا يعني قلب نابض في المنطقة هنا كنتم أننا لها إن شاء الله التوفيق رغم ديمقراطياتنا العجيبة في بعض الدول العربية ولكن سبقت السعودية باقي الدول بشكل وجيز خاصة اليوم أصبح للمرأة مركز برئاسة البلدية كيف تنظر إلى ذلك؟ الحمد لله يعني فعلا المرأة في السابق ما كان لها مجالات في العمل إلا ما كان يعني في الخدمات الطبية والتعليم والباقي هي تربية ربط منزل الآن فتح المجال على مصرع المرأة تعمل في كافة المجالات وأخيرا اللي حصل انطلاقا أنهم قيادة المرأة هذا كثير يعطي المرأة أنها فعلا تدخل وتنافس في العمل وتحضر ليه المشاريع التي تدخل في الآن تنافس على كافة الوظائف والله الحمد أثبتت المرأة السعودية أنها كفء للمناصب التي تنسكها وأنها فعلا يعتمد عليها وأنها فعلا تأخذ العمل بكل جدية سواء في الأعمال المكتبية أو العمل الصناعي أنا أعملون أعملوا معي سيدات في العمل الصناعي وأعملوا معنا في الهندسي وهم ما شاء الله عليهم يعني دائما متفوقين أنا أشكرك أستاذ وليد العفالق على هذا اللقاء المتميز حللت ضيفا عزيزا هنا في دبي شكرا لقدومك وأتمنى لك التوفيق دائما أهلا وسهلا شكرا جزيلا شكرا مشاهدين لحسن المتابعة كانت معكم مريا معروف في برنامج للروات فقط عبر قناة حواس شكرا جزيلا لحسن المتابعة